تسلم وفد مصر الدائم لدى الأمم المتحدة في نيويورك رئاسة دورية للمجموعة الإفريقية لشهر فبراير للعام الحالي وذلك في عقاب انتياء الرئاسة السنغالية للمجموعة عن شهر يناير الماضي وصرح في هذا الإطار صرح السفير أسامة عبدالخالق مندوب مصر الدائم لدى الأمم المتحدة في نيويورك بأن رئاسة مصر للمجموعة تأتي في إطار الدور الفاعل الذي تقوم به مصر على صعيد دعم تواجد القرى الإفريقية في مختلف المجالات وعمل الأمم المتحدة والدفع بمصالح القارة وشعوبها لا سيما في الموضوعات ذات الأولوية وفي مقدمتها حفظ وبناء السلام والتنمية ومواجهة تغير المناخ وغيرها وأوضح المندوب الدائم لدى الأمم المتحدة أن شهر فبراير سيشهد عددا من الاجتماعات الهامة في إطار المسارات التفاوضية المختلفة بالأمم المتحدة بما في ذلك قمة أهداف التنمية المستدامة وقمة المستقبل والاجتماع رفيع المستوى حول الجاهزية لمواجهة الأوبئة وغيرها